عمل معجزتين المعجزة الأولى في الإصحاح اللي قابله الخمس خبزات والسمكتين بس دول عملهم لما بدأ النهار يميل وما هواش قال أشفق على الجمع ليه؟ لأنهم يهود خلي بالكم قعد معاهم لغاية ما النهار بدأ يميل والتلاميذ اللي قالوله أصرف الجمع ليه؟ لأننا في موضع قفر الموضع الذي فيه يسوع في المعجزة الأولى قفر والموضع الذي فيه يسوع مع الأمم شبع بيه مش حاسين أنه قفر مش حاسين أنه جعانين كم عندكم؟ قال له سبعة والسبعة ده رمزة إيه؟ الكمال طب والخمزة رقم رمز ليه؟ البركة دايما رقم خمسة رمز للبركة إبرام كلمة بتتكون من أربع حروف إبرام إب رام ربنا اداله حرف خامس حرف الهي فقال له إبراهيم ده في اللغة العبرية اداله حرف من اسمه وقال له تكون بركة اليهود خدوا بركة من إبراهيم آه عشان كده في معجزة الخمس خبزات أخذ الخبز وعمل إيه؟ وبارك بس ما قالش شكر وكسر لا أخذ الخبز وبارك لأن أنا لسه متمسك بالبركة ليكم اللي وعدت بها إبراهيم بس هتفقدوها لما هتصلبوني كم عندكم الخبز قالوا له سبعة سبعة ده رمز الكمال وقليل من صغار السمك لأن الأمم محتقرين في المعجزة الأولى قالهم يتكقوا على الحشائش والزرع يتكقوا إيه؟ خمسين خمسين لكن هنا قالهم يتكقوا على إيه؟ على الأرض مصلهم رموهم قداموا على الأرض دون ناس مرفضين من اليهود وأخذ السبع خبزات والسمك وشكر وكسر يعني الأمم هيقبلوا سر الإفخارستية واليهود المنتظرين البركة فقدوها بس هيغدوها في آخر إيه؟ الأيام حتى تقولوا مبارك الآتي لما أنتوا تقولوا مبارك الآتي أنا هديكم البركة بتاعتي وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجامعة دي زي دي فأكل الجميع وشبعوا ورفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال وهناك كان إيه؟ اتناشر قفة القفف مصنوعة من إيه؟ من السعف النخيل طب والسلال مصنوعة من إيه؟ من الغاب الغاب اللي فاكرين موسى النبي لما أمه عملت صفت سلة والسلال دي طلتها بالحمر وحطتها في وسط إيه؟ الغاب اللي موجود على شاطئ النيل فهنا بيقول لك كانوا أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد واحد يسألني سؤال ليه ما يجبوش سيرة النساء والأولاد؟ لأن اليهود كانوا دايماً بيحسبوا البيت برجالته مش بستاته الرجالة اللي بيجوا بيحسبوهم لكن الستات بالطبع بيكونوا أد الرجالة مرتين والأولاد بيبقوا أد الرجالة مرتين وأخذ اللي بقى لكم وبعد كده المسيح يسوع عمل الشفاء الكامل والشبع الكامل لليهود وبعد كده صرف الجمعة اشتركوا في القناة